اشتركوا في القناة ايضا نتعمق في مواضيعنا التي تخصنا موضوعنا اليوم هو موضوعنا حتى ينتهي هو موضوعنا حتى يبدأ العمل هو موضوعنا السيادي ألا وهو مشروع سد النهضة الذي بدأ بتكاتف الشعب ليس وليد اليوم ولا عشر سنوات من الآن بل موجود من قبل خمسين ستين سبعين ثمانين سنة مية الآن خطط له والآن قيد التنفيذ وسنترقب الآن الملء الثالث وأيضا بدء تشغيل التوربينات اليوم سيكون ضيفي الذي أنا أسميه هو يسمي نفسه أو في قناته ملوك النيل بل هو الملك الذي يترأس عرش ملوك النيل الذي حاول ويحاول وأيضا يوصل صوت إثيوبيا باللغة العربية للعالم العربية الخارج الحقيقة المضللة أهلا بك أستاذ جمال بشير شكرا جزيلا لكم على الاستضافة أحياكم الله سد النهضة الآن إثيوبيا ملأت الملأة الأول وملأت الملأة الثاني ودحضت بذلك الأكاذيب التي تقول ستغرق السودان وسيجف أرض مصر وسيجوع الشعب ليس بأفعال بل بأفعالها دحضت هذه الأكاذيب الآن مع انتظارنا لبدء تشغيلات توربينات الطاقة وأيضا الملأة الثالث برأيك مصر والسودان هل هناك خسارات نزلت بهم من الملأة الأول والثاني؟ أولا أشكرك على التطرق لهذا الحدث أو لهذا الأمر مهم جدا بالنسبة لسودان وكذلك مصر ادعوا الكثير في قضية سد النهضة بأنهم سيجوعون وسيعطشون والآن بدأوا يتحدثون عن انهيار السد ويعني لا تنتهي يعني أكاذيب وإشاعات لا تنتهي هكذا أنا أسميها لكن إثيوبيا على الصمت كما ذكرت ويتعمل لذلك مثلا وزير الري السوداني ياسر عباس كان يقول 20 مليون نسمة سيتضررون من الملء الثاني أنا أتنازل معهم على أساس أن أثيوبيا مثلا كما يقولون أنها فشلت في الملء وما عملت إلا مثلا نصفه أو أقل لكن خلنا نقسم 20 مليون نسمة إلى الملء الذي حصل كم تضرر ليخبروننا فإذن يعني ليس هناك أي ضرر للسودان ولا مصر وبالذات للسودان فيه فوائد كثيرة جدا ليس من شهاداتنا نحن ولا خبرائنا يعني سبحان الله يا أخي عبد الحميد هل تعرف أني دائما عندما أترجيم وعندما أعمل وكذا يعني وجدت نفسي أنني لا أجد أكثر متكلمين في هذا الموضوع إلا من خارج أثيوبيا يعني كان خيرا أو شرا على سد النهضة وهذا يعني يجعلني أنا كشخص أني أخذ من شهادائهم هم أنفسهم ولست حتى لم أعمل مقابلات مع سليشي بككلا ووزير الري الأثيوبي ولا الأسبق نعم ولا الذي الآن ولا أحد من المهتمين في هذا وليس لنا اتصال أيضا كبير لكن انظر إلى رئيس وفد الفني بروفيسور سيف الدين حمد ما قاله عن سد النهضة أنه آمن من كل السدود التي بنيت في هذه المنطقة لا سد العالي ولا سد روسيريس وغيرها هذا يحكم على نفسه لأن هذا البناء تم بأحدث التكنولوجيا الحالية يعني وبمعايير عالية والمنظمات أو الشركات التي تعمل على هذا العمل شركات مرموقة معروفة بنت السدود في إيطاليا وبنت السدود في أيضا حتى في جوردن في أردن وفي أفريقيا في كثير من وفي أثيوبيا لها أكثر من ست سدود لم يحصل أي انهيار إذن على ماذا يتكلمون لا أدري فإذن كل ما يتحدثون به من الأمور يعني من السلبيات على سد النهضة ليس لهم دليل فيها لكن كلها لاستهلاك داخلي عندما وجدوا أنفسهم أنهم لا يستطيعون أن يوقفوا هذا المشروع بأي طريقة يعني فصاروا فقط يهدئون الوضع الداخلي هذا ما أرى وإلا لا يوجد أي ضرر بل يوجد توجد فوائد كثيرة يمكن أن نذكرها إذا كان هناك مجال سنذكرها لعلى المشاهدة الآن يستغرب سؤالي بدء برنامج بهذا السؤال أردت بدء البرنامج بهذا السؤال لكي نتطرق إلى الفوائد لاحقا لكن قبل ذلك نتكلم نحن كمكون إثيوبيا من الشعب والحكومة وأنتم في الخارج لكم جهود يعني غير قنوات الإثيوبية ومداخلاتكم في قنوات العالمية لكم جهود على أرض الواقع في جمع التبرعات وتكاتف الشعوب هذا الذي أنا أراه كمواطن أثيوبي تكاتف الشعوب من الخارج والداخل لأجل حلم ينتظرونهم أريدك أن تنقل لي من الصورة من الخارج أنا في الداخل وأنت أتيت من الخارج أريدك أن تنقل الصورة تكاتف الشعوب منهم في الغربة من يجمعون الفلس فوق الفلس وهم في غربة عن الأهل والديار والوطن كيف أريد أن أرى مشاعرهم أو أرى يعني شوقهم لهذا الأمر نعم لأنهم هؤلاء شعب ولي أنفسهم ولي أهليهم يعني لأنهم عانوا أنت تعرف قصة نهر النيل كلما أراد أي حاكم من الحكام في داخل إثيوبيا لعمل ما يعني يحصل له شيء إما أن يعني يحصل له انقلاب كما حصل في هيلة سلاسي الإمبراطور هيلة سلاسي ومن قصد هيلة ماريوم لما فكر في مشروع كبير جدا حول بحيرة طانة يعني هذه بحيرة طانة كثير منهم لعله لا يعرفها أنا أبشر وأقول له بحيرة طانة البحيرة التي يتغذى فيها السودان ومصر 86.5% منه والمضلل الذي دائما يتكلمون عنه بحيرة فيكتوريا يقول هذه فيكتوريا أنا لا أدري فين هي أم لا يتكلمون عنها ولا أيضا يخبرون للناس أنها لا تشارك في هذه المنظومة النهرية إلا 10 أو 15% إذن لابد للناس أولا للعالم أن نخبر الحقيقة أن بحيرة طانة هي أقوى وأكثر من ذكتوريا التي لا صلة لها بأثيوبيا لأن إثيوبيا دولة حبيسة من ناحية البحر ومن ناحية النهر أيضا لأن ليس لها أي نهر تشترك فيه مع الآخرين لكنها تنفق يعني إثيوبيا يخرج من رعيمها يعني أنهر وبشبل وأومو وسباط وعطبرة وكذلك أواش يعني لا يخرج لكنه يبقى وكذلك عندنا النيل الأزرق إذن هذه الأنهار تخرج وتختلط بالنيل الأبيض لتجعله غزيرا ويذهب إلى مصر إذن يعني كنا على مأمن من هؤلاء الناس والعرب أنت تعرف يا عبد الحميد أنا سميت جمالا لأن أبي يحب جمال عبد الناصر نعم وأنا شاهدت وسمعت من بعض الناس أن يعني سموا مثلا بأنور سادات وكذا وسموا أيضا البنات عندنا من النصرانيات أو الأرتودكسيات تسمى أيضا بالقبطية وكذا كل هذه دليل على أن الشعب الإثيوبي في مأمن يعني كان في مأمن من هؤلاء الناس لا يمكن أن يتوقع فلذلك يقلدهم في لباسهم في لباسهم يقلدهم في أكلهم أنت الآن إذا قلت بعد الجمعة مثلا رأيت كل الناس أين يذهبون إلى مطعم صنعاء مطعم عربية لماذا؟ انتماءتنا إلى العرب وكذلك نحن نحسن الظن بهم هذا ما نحن عليه لكن سد النهضة كشف الأمر الوجه الآخر للعرب ولمصر بالذات فحينئذ كل من ذاقه مرارة الهجرة ومرارة الفقر ومرارة الحرب والاقتتال في الداخل يعني بالوكالة يعني الحرب بالوكالة وعرف من الذي كان يعني يدير هذه الحركات كله كان بسبب الاستيلاء والهيمنة على نهر النيل فحينئذ يعني عرف الحقيقة فبدأ يعني يتكاتف ويترك يعني مشاكله الداخلية ويترك خلافاته هذه عادة أثيوبية مثلا إيطاليا لما جاءت أنت تعرف المليلك الثاني كان على خلاف مع كثير من منظومات الذين كانت تحكم البلاد الأثيوبية لكن عندما جاء العدو من الخارج اجتمع الكل وتكاتف ولذلك غلبوا أقوى دولة في حينه في ذلك الوقت ومصر لما أرادت عن طريق الخدوة وجاءت وحاربت في 1875 وذلك 76 مرتين حاولوا ولكن ردوا وهكذا يعني الآن رجع يعني نفس التاريخ كما يقال التاريخ يعد نفسه فأعاد نفسه هذا ما حصل فلذلك كل من عانى من الهجرة ليس هم يقولون الآن وهم يعني متصدرون في التصدير للأغذية والمنتجات القطنية وغير ذلك من الأمور المستفادة من نهر النيل لكنهم الآن يدعون على أنهم سيذهبون إلى الهجرة وبعضهم يلتحق بالإرهاب وكذا هذا ما يخوف به وزيرهم الري عبد العاطي نقول له نحن هذه حياتنا نعيشها دائما كم من المهاجرين في مصر وكم من المهاجرين من أثيوبيين إلى السعودية والآن يبذلون بسبب أيضا السياسات التي الآن يمارسونها في الضغط على أثيوبيا بسبب سد النهضة إذن فهؤلاء المغتربين لأنهم لاحظوا ما عانوه وما وجدوه من المشاكل كله راجع إلى الحرب الوكالات في داخل أثيوبيا لأجل الحفاظ على الماء ليذهب إليهم حتى ولو أنه مختلط بالدماء لا بأس لا يهمهم فهذا ما كانوا يفعلون فالآن انتبه الشعب الحمد لله وشرح له ما يفكرون به الآن افتح أنت اكتب فقط في اليوتيوب سد النهضة وما الذي يظهر لك أحدهم يقول لك ظهر التمسيح في سخافات جدا والآخر يقول الفيل جاءت لتصدم الفيل تغضب على سد النهضة إذن كل هذه السخافات الآن على مرأة ومسمع الشعب الأثيوبي الذي كان يعني لا يعرف العالم المصري خاصة أنا الآن أيضا أريد أتحفظ يعني لا أرمي هذه الأمور والتهم على الشعب أبدا لا لا أفرد كما قلنا نحن عادتنا أنت تعرف لما كنت صغير وتسألني أمي ما أمنيتك أقول أنا التحق بالأزهر سبحانه لأمنيتي نعم كل كثير من الشعب لذلك نحن نحب الشعب وليس لدينا أي مشاكل من الشعب لكن لكن نقول بلاش هري كما قال رئيس المصري رئيس المصري طيب أستاذ جمال يطرقنا على الرئيس المصري في خطاباته يركز دائما على أن لا بد أن نصل إلى اتفاق ملزم وأيضا وزير الرئي المصري يقول أن هناك لا بد أن نصل إلى أمام الطارق هل هذه تنبؤات أنهم سيجلسون حول الطاولة ويتفقون في مصلحة تخدم البلاد الثلاثة؟ أتمنى ذلك يعني مما يظهرونه هو هذا لكن يعني تأتي القضية عند التفاصيل أقول ما هي هذه الملزمات لأثيوبيا وما هي الملزمات لكم أنتم يعني أنتم كدولة مصب مثلا ما هي التي أمور يلزمون بها الآن مثلا مصر تملك 162 مليار متر مكعب من المياه وإثيوبيا دولة منبع لا تملك كبحيرة إلا 40 مليار متر مكعب وهناك بعض البحيرات الصغيرة ولو جمعتها لن تصل نصف الذي عندهم إذن عليهم أن يعرفوا الحقيقة إذن هم يقولون هذه المياه مشتركة ويتحدثون عن مثلا عن الأمطار وعن المياه التي تشربها الأبقار وما أدري كيف أيضا نقول لهم الأمطار وحتى الأنهار الداخلية كأواش وغيره لا دخل لهم بها يعني نحن نتحدث عن الأنهار العابرة للحدود وهذا ما يتحدث عنه القانون فقط إذا تحدثنا عن البدائل نأتي أيضا لبدائلهم هم أيضا هذه في اتفاقية 2015 مذكورة إذا كنا نراعي البدائل سنرى المياه الجوفية في مصر كم هي يعني ليس من دراستنا نحن من دراستهم هم أنفسهم لكم سنوات والألاف السنين كم تكفيهم وكذلك نتحدث عن البدائل كبحر مثلا عندهم بحر المتوسط والبحر الأحمر وكثير من البلاد الخليجية وغيرها تعيش على مياه البحر بتحليتها إذن هذه بدائل لهم لكن إثيوبيا لا بديل لها غير السماء الذي لا يأتي إلا بقدر الله عز وجل وليس ملكنا لا نستطيع أن نتنبأ ولا نقول على الله مثلا أنه سينزل كذا وكذا فلذلك إثيوبيا كبديل هي ليس لها بديل فلذلك عليها أن تسعى وتعملها على هذه السدود لتضمن على أن يكون لديها موارد يعني تعتمد عليه كطاقة وكطاقة وغير ذلك يعني للأسف الشديد الآن مثلا مصر مما يتكلمون بها أنه هذا يعني بحيرة كبيرة صح؟ لماذا كبيرة علينا وبحيرة ناصر ليست كبيرة عليهم؟ هذه الكيل بمكيالين هذه هي الأمور التي يعني عجيبة جدا وللأسف يتناقلها العرب يعني بدون الدراسة العميقة وبدون معرفة منابع هذه الأنهار وبدون معرفة تفرق بين بحيرة الفكتوريا وبحيرة الطانة يعني هناك أحكام جزافا هكذا مرة يأتون ويتحدثون عن الإسلام ويريدون أن يفصلوا إثيوبيا كأنها ليست دولة إسلامية نبشرهم نقول لهم عدد المسلمين في أثيوبيا أكثر من عدد الدول بمجموعها الخليجية الجامع العربية ليطلع على عدد المسلمين في أثيوبيا كمهم إذا كانوا يتحدثون عن الإسلام وإذا يتحدثون عن تعاون إثيوبيا مع إسرائيل وكذا نقول لهم إثيوبيا دائما موقفها مع الحق والعدل في المنتصف هي تدعم برية فلسطين وأيضا لا تعاد إسرائيل نعم خليني أنا أخبرك شيئا يعني عجيبا وأنا لابد أن يصل هذا الصوت للعالم أبي أنا يعني في الحج لما ذهب يحمل جوازا وهذا الجواز موجود يعني يحمل جوازا ومكتوب عليه يجوز السفر لحامل هذا الجواز إلى كل البلاد ما عدا إسرائيل وجنوب أفريقيا كيف حصل ذلك؟ لأن في ذلك الوقت كانت هناك اتفاقية ما يسمونها باتفاقية وكذا وكانت هناك ظلم من إسرائيل على الفلسطين فالإمبراطور هي لسلاسة انتبهى لهذا فقال خلاص قاطع الإسرائيل وقاطع جنوب أفريقيا لأنها كانت أيضا يعني محكومة بالبيض وكانوا يظلمون السود فهذه هي موقف أثيوبيا منذ القدم يعني خاصة مع الدول في الخارج استقبلوا الصحابة رضي الله عنه هذا يعني شيء شرف كبير جدا بالنسبة لنا ومشاهدة سيد الخلق شرفهم صلى الله عليه وسلم نعم بها ملكا لا يظلم عنده أحد وإنها أرض صدق نعم هذا يعني شرف لنا وكلما طبق هذا الشيء من حكامنا نشيد به ونرفع أخباره إلى العالم فلذلك يعني لكن في حين أن جوازاتنا تكتب عليها هذه وكانوا هناك دول عربية تتفق مع إسرائيل يعني اتفاقية سلام ومد أيضا مياه زمزم الجديد باسم مياه زمزم جديد اتفق على أنور سادات لإصال مياه النيل إلى إسرائيل هذا ما كانوا يفعلون إذن هم المتهمون لسنا نحن كإثيوبيين وإثيوبيين دائما يقفون مع الحق إن شاء الله هذا ما نتمنه أيضا أن يواصلوا عليه إذن في هذا الموضوع العاطفة لا تلعب دورا هنا المنطق فبلغة المنطق إثيوبيا معها الحق الكامل وهي حاولت أنا أريد أن نتطرق أيضا إلى المراحل التي مرت بها إثيوبيا العراقين المفاضات تذهب إلى أمريكا ثم تعود قال وزير المياه والطاقة الأسبق المهندس الدكتور ساشي بكر أنا أول وزير للمياه أجلس في مجلس الأمن الدولي لكي أناقش في موضوع المياه هذا من الغريب لماذا؟ لأنهم هم يعني يرون أن هذه المياه ليست لأثيوبيا إنما هي حق لهم كما قال جدهم هذه الأنهار تجري من تحتي لهم فلا يجوز لأثيوبيا أن تستخدم هذا النهر إلا بما يملون عليها هم يقولون مثلا 11 مليار متر مقعب يكفيكي هذا تعجرف هذا كلام سخيف أن تتكلم عن الدولة وتقول لها يكفيكي كذا في مياه التي تنزل أو تنبع من أراضيها وأنت تأخذ ما يكفيك وزيادة الآن أنت رأيت مثلا التقارير ليست مني أنا مثلا محمد حافظ دكتور في كولولامبور وهو مصري كان يتحدث ويدين أقوال وزير الرية المصري بقوله أننا نحافظ ونستخدم هذا المياه بأدب ونرشد وكلام فقال أين الإرشاد لهذه المياه وأنتم قد رميتم في 2019 وفي 2020 وفي 2021 ما يقارب 100 مليار متر مقعب إلى تشكا وإلى بحر المتوسط هذا الإسراف الكبير وإثيوبيا لو ملأت الخزان 74 مليار متر مقعب خلال السنة ما تضرر شيئا ما تضرر شيئا لأن هذه المياه ذهبت سودان وقد أغرقت السودان وضرت بهم إذن كانوا من المفروض أن يتمنوا لإثيوبيا أن تنتهي بسرعة من هذا السد ثم تبدأ العمل لأن إخراج المياه إلى تربونات يضمن لهم نزول المياه إليهم يعني فوق ذلك أن الله عز وجل خلق إثيوبيا في أعلى الأحضبات لذلك المياه ستنهضر يعني مهما عملت إثيوبيا من سد حتى لو يبلغ أين لا تستطيع وإنما تضر نفسها نعم ليس ليكون لديها مصلحة أخرى لكن هنا سأطرق في نهاية الموضوع على أمر ليس موضوع مياه وحقوق مائية وما إلى ذلك هناك أبر أخرى لكن هنا أريد أن أتكلم الآن هناك سعي من دولة الجزائر بالتحديد بعد أن عملت إثيوبيا ونجحت في إرجاع الملف إلى البيت الأفريقي لأن الحلول الأفريقية والمشاكل الأفريقية في البيت الأفريقي حلها فسعي وزير الجزائر ممثلا بوزير خارجيتها السيد رمطان العمامرة وأنا كنت متواجدا في اجتماعات مجلس الوزراء الخارجية تحت أفريقي الأخير وعد عند لقائه نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية السيد دمك أما كنا وعد بأن ينقل صوت إثيوبيا الحقيقي إلى قمة جامعة الدولة العربية التي ترأسها الجزائر القادمة وأن يبين الحقائق وأن يوضحها كيف ترى سعي الجزائر الآن وهي الدولة العربية إلى شرح الموضوع وأيضا إلى إيصال هذه الأطراف الثلاثة كدول المصب وإثيوبيا إلى حل الوفاق أنا يخيفني يعني كل ما الآن مثلا أحيانا تسمع من الإخوة في السياسة في مصر وكذلك السودان في البداية يوافقون على وساطات معينة لكن إن رأوا أنها ليست في صالحهم بدأوا يعني يحاربونها هذا ما يحصل غالبا والآن بدأوا يتكلمون على الجزائر بطريقة مغايرة تماما لما كانوا من قبل يتحدثون فيها فلذلك أنا أخاف يعني من هذا فقط وإلا إثيوبيا موقفها ثابت تقول هذه المياه تخرج من عندنا ومصر تأخذ 55.5 والسودان تأخذ 18.5 كم لي أنا؟ يعني حتى ما طلبت حصة معينة لتبقيه لا يعني أنتم تكثرون الكلام علي عندما أريد أن أعبّل الخزان يعني لكي نولد الطاقة يعني المتفق عليه في خلال سبع سنين فإثيوبيا لم تتكلم عن المحاصصة إلا لما وجدت المشادات منهم أو المعارضة الكثيرة على إثيوبيا في حال الملء مع أنهم اتفقوا عليه ولذلك إثيوبيا الآن صارت ما دام أنتم تتحدثون عن الملء وتريدون أن تؤخروا الملء وكذا إذن لنتحدث عن الحصص وإلا المحاصصة لم تكن أصلا في الموضوع هل لهم حق في هذه الحصصة التاريخية التي يزعمون بها؟ لا أبدا أي تاريخ هذا؟ إذا كانت هناك تاريخ تاريخ لا يبدأ إلا من أثيوبيا صح فإثيوبيا يعني إذن المياه كله يبدأ منها يعني النيل الأزرق كله يبدأ منها إذن التاريخ يبدأ منها إذن إثيوبيا لها الحق الكامل تاريخيا في هذا المياه وقانونيا في المناسبة قانون الآن يعني عدل يعني أنا لا أتكلم حتى بما عدل أنا أتكلم عن القانون الذي هم وقعوا عليه تقول إثيوبيا في عهد المينيليك تقول أنا لا أسد الماء فقط قرأت الخطاب باللغة الأمهرية تدار استدار بمعنى لا أغلقه من طرف إلى طرف من حدود إلى حدود أني أحول المياه إلى غير مجراه وهذا يعني إثيوبيا لم تفعل هذا هذا المعمل به ولن تفعل وهكذا ما وعدت به ولن تستطيع أيضا لأن المياه تجري بما لا يشتهي فيها أحد فلذلك ادعاء بأن هذه حقوق تاريخية وأن هذه اتفاقيات قديمة ومستعمرة وكذا نقول بغض النظر أنها مستعمرة ولكن نقول في اتفاقية هذه ليست هناك ما ينص ليس هناك ما ينص على منع إثيوبيا من استخدام لهذه الموارد أنا أرخص هذا الكلام وأقول الموضوع ليس موضوع مياه وحجز مياه وأن إثيوبيا تحجز المياه لأن إثيوبيا لن تستطيع حجز المياه مهما فعلت ومهما بنت إثيوبيا تريد من حجز المياه توليد الكهرباء والطاقة وايضا لاستفادة في المزارع والمدن الصناعي التي تبنيها الآن لكن هو موضوع موضوع سيادة وأنهم لا يريدون أن تزدهر إثيوبيا فاللقاء جدا يعني الموضوع له فروع طويلة لكن نختم بكلمة تريد أن تذكراه في هذا الموضوع نعم أنا أقول يعني إثيوبيا يعني محسنة الظن من البداية فلذلك عرضت المشروع على حسن مبارك على يد ملس لناوي الرئيس الوزراء الماضي أو الأسبق فلما قدم له حسن مبارك قال لو قطعنا أيديكم هذا جوابه إذن هذا ناتج عن الغطرسة وعن الكبر والعلوية والنظر وهذه العلوية والظلم أيضا فنريد أن يخرجوا من هذه العقلية فقط هذه رسالتنا إذا خرجوا من هذه العقلية ورأوا للناس أن لهم الحق في الحياة ودون التشرد ودون الهجرة وكذا ومما يخافونه من الأمور وإثيوبيا الآن تعيش على أيضا أمس كانوا يشهدون في قناتهم مثلا على أنا كنت أترجم لعباس شراقي مثلا وشهد بنفسه يقول نعم في إثيوبيا سبعين مليون نسمة يعيشون دون النور إذن نحب أن نعيش النور ونريد أن نأخذ حقنا من هذا المياه التي هي يعني جامعة لكلنا والله عز وجل أنزلها للجميع ولذلك نريد أن نأخذ حقنا شكرا لك أستاذ جمال بشير على إيطافك وفرصتنا الله يحييك وهذا شرف لنا أيضا شكرا أعزائي المشاهدين لا نريد الكثير إثيوبيا تريد الازدهار والتطور فالسودان أخت بلادنا ومصر نحن منها وهي منا نحن هنا في أفريقيا لا بد أن نسعى لتطوير أفريقيا كقارة أمد لنا لا بد أن نتكاتف اليد الواحدة لا تصفق إثيوبيا أرادت الازدهار والتطور والاستفادة من مواردها كما تستفيد السودان وأيضا مصر من مواردها إذن فلنساعد بعضنا البعض نحن الشعوب من ندعم الحكومات ونؤثر فيهم الشعوب كما يقال سمن على عسل وحبايب لكن هناك من لديه أجندات خاصة به في كسياسية وما إلى ذلك لكن نحن الآن نتطور وسنزدهر إن شاء الله وسنبني سدنا وسنشغل تروبيناتنا وسنروي مناطقنا الزراعية بتشغيل المواطير الكهربائية وأيضا إنارة شعبنا وإخراجنا من الظلمات التي نقبع فيها إلى لقاء آخر أحبتي المشاهدين وفي موضوع آخر هذه تحية ختام لكم مني أنا عبد الحميل محمد السراج والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر